اعزائي طلاب استمرارا مع مقرر ريادة العمال سوف ندلف اليوم الى الوحدة الثانية من المقرر الوحدة الثانية في الحقيقة هي عن المهارات الريادية في هذه الوحدة سيتم تغطية كثير من المواضيع والنقاط وان شاء الله مع انتهاء الوحدة الثانية يجب ان تصبح عزيزي الطالب قادرا على تشرح تعريف الريادة تعرف سمات الرياديين وخصائصهم تحدد العوامل المحفزة للريادي تذكر ممارسات الادارة الذاتية الخاصة بالريادي تسرد ادوات تحديد الاهداف الشخصية والقابلة للتحقيق بالنسبة للريادي تعرف مفهوم عملية المخاطرة واثارها على المساعر الريادية وقد قديم لمواضيع الوحدة عزيزي الطالب من المهم القول ان رواد الاعمال يقومون بقتناص الفرص الريادية التي تمكنهم من انشاء مشاريع تجارية ناجحة ومتميزة لكن يلزمهم التحلي بصفات ممهارات مختلفة تساعدهم على تحديد الافكار المناسبة للمشاريع الريادية والبدء بتنفيذها وتمويلها والوصول بها البر الامان والنجاح والربح الصفات والمهارات التي يجب ان يتحل بها رواد الاعمال كثيرة ومتنوعة وبعضها يعتبر صفات شخصية ذاتية في الريادي نفسه وبعضها موضوعية يجب ان يكتسبها ويتعلمها من الصفات الذاتية والشخصية في ريادي الاعمال صفات الالتزام والطموح والعمل الجاد والذكاء وتحدي المخاطر وغيرها ومن الصفات والمهارات الموضوعية في ريادي الاعمال التي يجب عليه اكتسابها وتعلمها صفات الاتقان والدقة في العمل ومهارات فنية وعلمية مختلفة مثل المهارات الحسابية ومهارات التعبير والتعامل الجيد مع الاخرين فياترى ما هي المهارات الريادية لتحديد المهارات الريادية يمكن اشتقاق وتحديد طبيع المهارات الريادية من تعريفات ريادة الاعمال نفسها التي وردت في الوحدة السابقة يمكن القول مثلا ان الريادي على المستوى الشخصي هو شخص يحدد فكرة ما يحدد فكرة ما ويترجمها إلى نشاط ناجح من حيث التخطيط والتنفيذ وهو قادر على التعامل بإيجابية مع تحديات الحياة اليومية ومشاكلها أما على مستوى الأعمال فالريادي هو من يقوم بتنفيذ مشروع أو بناء منشأة وبالمعنى العملي يقصد ببناء المنشأة جميع الخطوات المتعلقة بتحديد فكرة نشاط ما والتخطيط له وتنفيذه وإنجازه بنجاح وجني العائدات يقول روبرت هسريتش أن الريادة هي عملية إنشاء مشروع جديد ذي قيمة بتكريس الجهد والوقت الضروريين وتحمل المخاطر المالية والنفسية والاجتماعية المصاحبة وجاني ثمار الرضا الشخصي والمادي للاستقلالية من هذا التعريف ومما سبق يمكن معرفة من هو الريادي فيا ترى من هو الريادي الريادي في الواقع هو المحرك الأساسي للمشروع الاقتصادي من خلال تحديد حاجات السوق هو الذي يحشد الموارد هو الذي ينظم المشروع ويديره هو الذي يتحمل كل مخاطر المشروع وإشكالاته هو أيضا يجني ثمار جهوده الريادة تعتبر مجزية على الصعيدين الشخصي والمهني لأنها لأنها تسمح بتحقيق الذات تسمح بالاستقلال المالي عن الأهل والعائلة تسمح باستخدام القدرات ومهارات الابتكار تسمح بتحقيق عائدات مالية أرباح وغير ذلك تسمح بتحقيق عائدات غير مالية والمساهمة في التنمية المجتمع من خلال خلق فرص عمل ودعم المشاريع المجتمعية وتأمين الخدمات والسلع الضرورية إلى آخر ذلك وعليه فإن دور الشخص الريادي دور كبير حيث يحسن الريادي بيئة الأعمال من خلال خلق فرص عمل تعزيز روح الريادة تشجيع المنافسة الصحية توليد الثروات نشر الرخاء ضمان الابتكار والإبداع تشجيع التنمية على مستوى القاعدة الشعبية تحسين الظروف الاجتماعية والمجتمعية في بيئته وأخيرا وليس لا آخرا تعزيز النمو والمقصود هنا النمو الاقتصادي في البلد الذي يمارس فيه الريادة الأعمال بناء على ما سبق يمكن البحث في خصائص الريادة لكي يكون الريادي رائداً هناك عدد من الخصائص يتحلى بها أو يعيشها فالريادة تستدعي العمل لساعة طويلة الاهتمام المتواصل بالمشروع التحلي بطاقة عالية التضحية بجوانب أخرى مهمة من الحياة تكريس الوقت وقت الأقل للعائلة والأصدقاء وقت أقل للعائلة والأصدقاء لأنه مشغول بمشروعه الريادي المبتكر الذي يتضمن مخاطرة ويحتاج إلى مزيد من التركيز على خلاف المشاريع التقليدية من خصائص الريادة الريادة تستدعي معالجة التوتر النفسي الناجم عن تشغيل المشروع القيام باستثمار مالي وتحمل المخاطر بناء على ما سبق فإن سمات الريادي وخصائصه يمكن توضيها في الشكل التالي من أهم سمات الريادي وخصائصه الالتزام الثقة بالنفس المبادرة الحاجة إلى الإنجاز التركيز على الأهداف التركيز على المهام التركيز على الأرباح البراءة التخطيط الابتكار الاستقلالية التشبيك والمقصود بالتشبيك هو التشبيك مع الجهات ذات العلاقة التي يمكن أن تدعم المشروع وتدعم نجاحه أيضا من سمات الريادي وخصائصه مجابهة الفشل والاستجابة للأراء المفيدة من سمات الريادي وخصائصه الأبرز المخاطرة ومن سماته أيضا النشاط الحركي هناك أيضا مهارات يجب أن يتحلى بها الريادي ومن أهم المهارات التي يجب أن يتحلى بها الريادي مهارات الإدارة الذاتية وتتعلق مهارات الإدارة الذاتية أو تتضمن ما يلي واحد إنجاز المهام ذات الأولوية أولا اثنين استخدام الوقت بشكل مناسب ثلاثة تفويض المهام للمرؤوسين في المشروع الريادي أربعة يجب أن يكون الريادي مستعدا لقول لا في الوقت المناسب خمسة تحديد أهداف يومية ستة التخطيط بفعالية سبعة يجب أن يكون الريادي سباقا إلى الفعل فالريادي ليست فقط أفكار وكلام إبداعي ولكنه أيضا عمل بجانب الأفكار والكلام أهداف الريادي يجب أن تكون متحلية بصفات الأهداف الذكية سمارت حيث يجب تحديد الأهداف قصيرة المدى تبعا لقاعدة سمارت أي أن تكون هذه الأهداف محددة قابلة للقياس متفق عليها واقعية محددة زمنيا لاحظ عزيزي الطالب أن كلمة سمارت وتعني ذكي أخذت من الخمس الصفات الموجودة أمامك وهي محددة سبيسيفك قابلة للقياس مجرابل متفق عليها أجريابل واقعية رياليستيك ومحددة زمنيا الحرف الأول من كل كلمة إنجليزية أصبحت سمارت وتعني الهدف الذكي ما هي دوافع الرياديين ومواقفهم؟ تساعد العوامل التالي الريادي في بلورة سلوك ذهني إيجابي التركيز على فرص التعلم من كل تجربة المشاركة في أنشيطة إيجابية وتفادي الأفكار والخواطر السلبية اختيار الأهداف القابلة للتحقيق وذات الأثر اكتساب طرق تفكير وسمات وخصائص الريادي الناجح اتخاذ رياديين ناجحين كقدوة وكناصحين استغلال الفرص السانحة للتحسين سواء في الحياة الشخصية أو العملية البيئة تؤثر على أدائك أيها الريادي فإن لم تكن ملائمة لحاجاتك غيرها فورا أو انتقل إلى بيئة أخرى أكثر إيجابية بحيث تساعدك على بلوغ أهدافك المرجوة ثق بنفسك فالنجاح يصيب من يوظف مهاراته وقدراته إلى أقصى حد ركز على العمل والنتائج وعلى مشاكل محددة ومتى توصلت إلى قرار تحرك لحل المشكلة فإذا عزمت فتوكل على الله نأتي الآن إلى مفهوم من أهم المفاهيم في إطار قضية أو موضوع ريادة الأعمال وهو مفهوم المخاطرة هناك عدد من الأسئلة الهامة التي يجب أو ينبغي أن يجيب الريادي عنها قبل الإقدام على المخاطرة وإلا قادته مخاطرته إلى الفشل هذه الأسئلة أو أمثلة على هذه الأسئلة أولا هل يستحق الهدف تحمل المخاطرة المرتبطة به؟ سؤال آخر كيف يمكن الحد من المخاطر؟ سؤال آخر ما المعلومات الضرورية قبل الإقدام على المخاطرة؟ ما الجهات والموارد الأخرى التي تساعد في التقليل من المخاطر؟ ما هي مخاوفي من المخاطرة؟ هل أنا جاهز لبذل قصارى جهدي لتحقيق الهدف؟ ما الذي سيتحقق من خلال المخاطرة؟ ما الاستعدادات التي يجب أن أقوم بها قبل الإقدام على المخاطرة؟ كيف أعرف من الناحية الكمية أنني حققت هدفي؟ ما المعوقات الأكبر أمام تحقيق هدفي؟ هذه بعض الأسئلة الهامة التي ينبغي أن يجيب الريادي عنها قبل الإقدام على المخاطرة أنواع المخاطرين في الحقيقة في عالم الريادة هناك أنواع للمخاطرين هناك الصغار المخاطرين والمخاطرون وكبار المخاطرين صغار المخاطرين يقومون بأمان روتينية ويحققون استقرار لمشروعهم أو لمؤسستهم وهم موظفون عادة من رتب دنيا المخاطرون يملكون هامشا من الحرية للابتكار ويدخل تعديلات بسيطة على الإجراءات والوظائف ذات أثر محدود على الهيكلية التنظيمية الإجمالية أما كبار المخاطرين فيملكون القدرة على سياغة أفكار مبتكرة جديدة وتنفيذها تنفيذها يعني تنفيذ التغييرات فيتعين على الريادي في أي نشاط أن يحدد أولا هل يوجد مخاطر أم لا وفي حال ترى خلل على المشروع بسبب مخاطر معينة يجب أن يكون الريادي قادرا على تقييم الوضع بشكل واقعي ينبغي أن يكون قادرا على اتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية عندما يقرر الريادي المخاطر عليه اتباع خطة محددة يمكن له أي للريادي أيضا إعداد خطط بديلة في حال عدم نجاح الخطة الأولى فالبدائل تسمح بالمرونة في حال تغيير الظروف الخطر يجب تفعيل خطة العمل فور إعدادها وعندها فقط يمكن الريادي معرفة المخاطر الكامنة وفهمها خلال المراحل الأولى من تنفيذ القرار القرار الريادي أو التغيير الريادي عليه الالتزام كليا أي الريادي عليه الالتزام كليا بقراره إلى حين حل المشكلة كيف نحلل الوضع الخطير أو المخاطر التي يقبل عليها الريادي لتحليل الوضع الخطير أولا من اليمين إلى اليسار نقيم الخطر نحدد الغايات والهداف نوضح البدائل نجمع معلومات وندرس كل البدائل ثم نفكر في التقليل من المخاطر باختيار البديل الأفضل فيتم على أساس ذلك التخطيط والتنفيذ أفضل البدائل عزيز الطالب من خلال النقاط والمواضع التي مرت في هذه الوحدة نرجو أن تكون قد استفت ويمكن أن نلخص ما ورد في الوحدة الثانية كما يلي يتمتع من يقوم بالأعمال الريادية بعدد من السماة والخصائص الريادية الذاتية التي تكون في الريادي نفسه والموضوعية التي يكتسبها الريادي من البيئة المحيطة وأهم هذه السماة والخصائص روح المخاطرة والالتزام والثقة بالنفس والمبادرة والحاجة إلى الإنجاز والتركيز على الأهداف والتركيز على المهام والتخطيط والابتكار والاستقلالية والنشاط الحركي يتحل الريادية الناجح بمهارات الإدارة الذاتية الفعالة يمارس لأدل أعمال عملية تحليل الوضع الخطير قبل الإقدام على مخاطرة الأعمال من أجل أن تكون مخاطرته دائما من النوع المحسوب عزيز الطالب هناك تكاليف خاصة بالوحدة الثانية يرجى نظر أو البحث في الملف المرفق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته